عام سياحي كامل أنضته الأحساء عاصمة للسياحة العربية اختتم باجتماع لوزراء السياحة العرب بعد توظيف عدد من المقاومات السياحية والمواقع التراثية المسجلة في اليونسكو أول ما يمكن أن نشاهده المواطنة هو التفات المواسم السعودية لمنطقة الأحساء فسيتم تسليط الضوء على مدينة الأحساء من هذه الناحية ولكن هذا بشأن الفعاليات لكن حقيقة الكنوز التراثية الموجودة في الأحساء والتي كانت سبب الاجتماعنا اليوم أصبحت في قلب استراتيجية السياحة التطوير في خلال الثاني السنوات القادمة موقع الأحساء كواحة تحتضن ملايين النخيل وعيون المياه ومواقع أثرية منوعة كل ذلك جعل منها حاضرة على خارطة السياحة العربية والعالمية أضفنا مواقع زيادة في اليونسكو وصار عندنا الآن خمس مواقع سياحية في اليونسكو ونعمل على البنية التحتية في هذه المواقع ونعمل أيضا على الخدمات الإضافية مثل المطاعم ومثل الفعاليات وأعتقد أهم وأقوى شيء عندنا أننا من أقل البلاد التي تستطيع أن تجمع ما بين تاريخها العريق وما بين الحضارة عمل عربي مشترك شهدته الأحساء ومحاولات للوصول بمعدلات دخل السياحة لمستويات عالمية أعلى بدر الشهري العربية